جو بانش كذلك بتنبس موضة بايمان مع مشاريع كبيرة اللي تسمح بالدمج المالي ولي تسمح بالدكاشين وهذه استراتيجية الدولة وستراتيجية المنك المركزي تدخل في دمج حرفاء منظومة المالية اعتبار هو أن تونس تحاول وأنها تعمل من التشتريزازشان على منظومات المالية الكل بعد ان شاءنا مع جيزين بش نحاولوا نعموا المشروع هذه على الولايات الكلة بتاعة تونس باش نعاونوا الشبان هذو ما بش يدخلوا في المنظومة هذي ونعاونوا إزا دا كيف كيف ليزي تبلس موضة بايمان باش يحطوا مسالك التوزيع من داحم منظومة الدفع ولا ما ضمت تنسح أبوائلو الموضولة كيف كيف ريفير ما أو مبينة اللي تسمعوا الولايات أصيل النقر في الموضة فعلا هذا فمعناها فمع إزا تبلس موضة بايمان دخلوا حيز التنفيذ وفم إزا تبلس موضة بايمان مازالوا دواء في التجربة قاعدين يعني في التجارب التقنية والتجارب في التحويل المالي نظنوا أنه في 2024 تكون المنظومة أكثر متكاملة وتكون منظومة تشمل الولايات